طالب مستوى صراح كلية الطب جامعة جابر بن حيان الآن سنشرح Physiology of Respiration المحضرة الثالثة Regulation of Respiration أول شيء سنشرح فكرة عامة عن محاضرة وبعدين نبدأ سنوضح السلائدات طبعاً Respiratory System Regulation of Respiration System يتم عن طريقين أول شيء هو يعتمد على Metabolic Right of the Body يتم تنظيمه عن طريقتين Voluntary and Voluntary أو Self-Modulation Automatic طبعاً Self-Modulation أو Voluntary يتم عن طريق Cerebral Cortex أو Higher Cortex Center والHabothalamus والLemic System وينتقل إلى Motor Phrenic Neurons واللي يتحرك لنا Respiratory Muscle طبعاً هاي Neurons موجودة بEspinal Cordia تحرك لنا Espiratory Muscle بعدين تكوننا Phrenic Neur ou Intercostal Neur Self-Modulation يرتبط مع الموتر فرينيك عن طريق Cortico Spinal Tract بينما الـ Unvoluntary الـ Automatically اللي يمثل الـ Respiratory Center اللي موجود بالBrain Stem والReticular Formation of Brain Stem هذا يتواصل مع Motor Phrenic Neurons عن طريق Reticular Spinal Tract طبعاً من المقامات؟ هذا مقامات بالCortex تبدو's Chirp Vibrant Stem وهذا مقامات تبدو's Chirp Vibrant Stem تسمى بلتقل الصفاة بلتقل الصفاة بلتقل الصفاة توجد الصفاة هذا الرسم يتواصل معه طبعا هذا يسمى ventral section ووضحنا ventral group ووضحنا فرنك نيوكلاس كون فرنك نيرف طبعا انتركوستر ما بينها بس يكون انتركوستر نيرف ايضا والذي يحركنا الدايفرام يحركنا انتركوستر المسل اول شي راح نشرح الاوتوناومي كونترول اللي قلنا من المثلة رسباري تالي سنتر طبعا اول شي نجب نعرف الموقع ماته الموقع ماته بردكة فورميشن او فبعن ستم بالبونز والمودلة واستنادي ان الموقع ماته راح نقسم الى قسمين مدولاري سنتر بوتينتال سنتر المدولاري سنتر هو اهم سنتر لانه يوجدنا الباسي كريثيم وينقسم ويحتوي على two types of neurons او two groups of neurons dorsal respiratory group and ventral respiratory group اهم هو dorsal respiratory group اللي يوجدنا الباسي كريثيم طبعا هذا الدرس الاسباراتري group موجود بالدرس الاسباراتري مدولا يستنم انبوت من من الـ clociferangia nerve والـ phagos nerve العاشر والتاسع كذلك احتوي على نوع واحد من الـ neurons هي INSPIRATORY NEURONS الموجودة بالNucleus Tractus Solitarius طبعا هذا الرسم لنا النيربات اللي توصل الانبوت للدرسل وموقع الدرسل هذا الدرسل هذا الدرسل هذا الدرسل هذا الدرسل هذا الدرسل وهذا الرسم لنا موقع الدرسل اللي هو INSPIRATORY و VENTRAL GROUP اللي هو INSPIRATORY EXPIRATORY ها ها ال VENTRAL RESPIRATORY GROUP هذا الدرسل ما يشتغل بس أثناء ال FORCED BREATHING أثناء ال QUARET BREATHING بس الدرسل ال VENTRAL RESPIRATORY GROUP ما يشتغل فقط أثناء ال FORCED واللي يحافظه هو الدرسل ال VENTRAL RESPIRATORY GROUP هذا ال VENTRAL RESPIRATORY GROUP هذا موقعه بالنسبة الدرسل طبعا الموديلاري سنترقلنا يولدنا ال BASIC RYTHM بس ال BASIC RYTHM أثناء اللي ولده انه يكون ما منظم يعني شلون مثل ما موضحه في هذا الرسم يكون الرسم بس ال REGULAR شوف تلاحظ انه يبعث ال RESPIRATORY GROUP عن طريق عن طريق سامر رامب حيث 2 SECOND يضع اكشن بوتين شعال بعدين يوغا بعدين ثلاثة سكند يضطي مجال حتى يصبح اكشن بوتين شعال بعدين يضطي 2 SECOND رامب اكشن بوتين شعال بس ال RESPIRATORY GROUP اللي ولده المدلة سنتر رح يكون غير منتظة مثل ما وضحنا يعني هنا مثلا هذا السايكل تاخذ نقول 3 SECOND هاي تاخذ 2 SECOND هاي تاخذ مثلا اقل معدن يعني يكون غير منظم ابل فبالتالي رح يجي عمل جزء ثاني من ال RESPIRATORY SYSTEM من ال RESPIRATORY CENTER اللي هو بونتين سنتر البونتين سنتر اللي يتكون من 2 جروب ايضا ابنيوستيك نيوموتاكسك اللي نضمن عملية التنفس ماذا نضمن عملية التنفس ابنيوستيك سنتر طول لنا فتة ال RESPIRATORY SYSTEM ويعتبر SWITCH ON نيوموتاكسك سنتر يعتبر SWITCH OFF يعني يوقف لنا التنفس عند نقاط معينة لاحظ هنا يوقف لنا ال RESPIRATORY SYSTEM عند نقاط معينة بالتالي يسوي ال RESPIRATORY SYSTEM REGULAR ابنيوستيك هو SWITCH ON يعاكس الابنيوستيك يبدأ عملية التنفس والنيوموتاكسك يوقفها بالتالي حيث يكون ال RESPIRATORY SYSTEM REGULAR منظم طبعا هذا الرسم يوضح لنا موقع الميدولاري أو الميدولاري والبوتينت سنترز هذا النيوموتاكسك طبعا هيا كيف يسمى وكيف يسمى برينستيم وميدلة وميدلة والبونز هذا نيوموتاكسك سنتر هذا ابنيوستيك سنتر هذا فانترا جروب هذا دورسل جروب وهذا الرسم يهم نفسها واضحنا مواقعين واضحنا انه نيوموتاكسك يثبط الابنيوستيك لان قلنا هذا الضغط الضغط طبعا وازحنا والبنز يبدأ عن طريق باس ميكرا هذه باس ميكرا اسمه بري بوزينجر كومبلاكس وهذا ما الذي يحجب من المؤسطة ومثالة بعضة الميدولاري يكون مرتبطات عن طريق بري بوزينجر وهو يوصل عن مصر الموتور نيوروز طبعا سنظم اللحظة يحفز لنا بوتين سينتر هو مدلع سينتر نفسه يحفزه حتى ينظم عملية التنفس والتالي يخلي الاسباريتري نورمال يخليه ريجولار حسنا سنوضح للمنزل ونقصد المنزل طبعا هنا أقل لك الابجكت في الاسباريشن نيروى كونتر الاسباريشن كيميكا كونتر الاسباريشن ستراكتشر عند فكشن الاسباريشن اللي وضحناه ريجوليشن الاسباريشن الاسباريشن دورينك اكسرسيز يقول مقدمة البولماني فانتلاشن اه اجهز اكوديك تو ميتابوليك ديميند اف بادي يقصد انه الاسباريشن يتنظم تبعا الميتابوليك ليه شخص يعني مثلا من يسعط عندك الكربون دايكسيد ينزل اوكسجين بالتالي هو الاثر على متنفس طبعا مثل ما قلنا الاسباريشن من الاسباريشن 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 يعني شو يقول هنا يقول يتم تنظيم عملية الاسباريشن عن طريق 2 ميكانيزم 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 الاسباريشن الاسباريشن يتكون ثلاث مكونات رئيسية الاسباريشن هي مدلة و الاسباريشن 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 و السنسوري على الاسباريشن حيث ان السنسوري يتحسس الاسباريشن تذهب الاسباريشن تذهب الاسباريشن هو الاسباريشن المثل بما يصدر الاسباريشن يقول الذريثماتيك تستجارج مثل ما وضحنا المخطط انه بيسميكر هو بري بوزينجر كوملكس اللي هنه تولدين الامبوس اللي تروح موتور نيران فرينك وبعدين تروح للرسباراتري مصر هذا هو اللي جاء قصده بعد سداد قيل لك شوف لاحظنا روح فرينك موتور نيران بعدين فرينك موتور نيران بعدين للرسباراتري مصر هذا المختصار للبري بوزينجر كوملكس أو P-P-Z هنا مثل ما اضحنا الرسباراتري سنتر موجود ب particular formation of modular and bones ينقل لك حسب الموقع ينقص من الى Modulary and bone Botted center هنا المodulary center يشمل two groups of neurons مثل ما اضحنا Dressa group اللي يوضحنا الرسباراتري الريثم اللي قلنا يكون irregular و اللي هو هذا respirator rhythm عن طريق الـ ram or action potential بوزينجر 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 الرسم والانتر بوزينجر الاعجاب و اي نيرون و اي نيرون موجودة بالخبار بالخبار الاعجاب لنسمها و الاعجاب ويقول للمسيبين بأسفل فقط أثناء الفرسد هذا يبيننا موقع البيانيستيك سنتار البيانيستيك سنتار الانترال جروب درسل جروب البيس ميكر وماذا تذهب للأوتبوت عن طريق هذا التركت الذي قلنا اسمه التكيلو اسمنا تركت لأنه يفعل متى كالفرميشن فرنكbs هذا التركيس ارتفرم المرتفرين المرتفر ميكري انتركوستر نيرف انتركوستر نيرف التركيس انتركوستر نيرف حفظنا عملية ال respiration. البراندستان. هسه راح يعيدي هنا يقل لك الموقع عمالته بالفنترال رجل. ventral ventral group. dorsal region dorsal group. الباسمكر موجود بال ventral lateral region. يقل لك هنا this groups of shell half. آآ انترستيك برويد. فرنك انترستيك. مثل ما قلنا انه درسال اه درسال اه درسال نيرون الروب اللي هو كورين الباسيك رثيم. اه درسال جروب. هذا اللي يقصد في هذه السلائدات. درسال جروب اللي درسال جروب اللي درسال باس يعني موجات ال اكشن متنشال او انطلاقات ال اكشن متنشال اللي تنطلق للدرافرام. اه عند عدرس اه اسبراتي المسل. وبالتالي يدنا الباسيك رثيم افنطلاتي. هنا راح يشرح الدرسال جروب. درسال اسبراتي جروب. دي ار ا جي. كنا مثل ما وقحة الدرسال اه اه رجل اف مدولا. لان اه. يتكون من اه اه type of cells. اللي اف نيران عفو اللي هن اه اه انسبراتي النيورون. اه موجودة في نواة تسمى نيوكلاس تراكتاس سوليوتوريس. مثل ما وضحنا بالمخطط. يقول the basic rhythm of respiration. مثل ما قلنا انه الدرسال جروب هو اللي ولدين الريثيم. الباسيك رثيم of respiration. هذا يقل لك اه دي كونتن اي نيرون. هنا نقل لك اه اه هنا اقل لك اه نيوكلاس اه تراكتاس سوليوتوريس تتحفز عن طريق تو نيرف اللي هنا قلناه التاسع والعاشر. الفيكس الفيكس نيرف اللي ينقل لان اشارات اه البرفر ريسبتر الكيمو ريسبتر and pulmonary receptor. فانترا ال جروب جلنا هذه الجروب الميت حفز فقط اثناء البورساني لبريثينغ. هذا يحتوي او اف اه اف نيرون. انسباريشن اكسباريشن. بالتاني يحتوي او نيوكلاس امبيغاص و رتر امبيغاص نيوكلاس. يمتلكون بوضع الإنسبارات والإنسبارات الرسمية طبعاً هذا الرسمي وحنا مكان نيوكلاس من الفنتر والإنسبارات الرسمية اللي هن عفوا أمبيغاس أو ريتر أمبيغاس نيوكلاس الانيورون تقع في المد بورشين موجودة بالكاوزة الاندري استرال انتر هذا يوضح لك بثي ما قلنا سابقاً إنه هذا الجروب ميت نشط أثناء الكويت براثنج بس أثناء الفورسد براثنج ومن الذي يحفزه يحفزه عن طريق الدرسل الجروب اللي هو يطيش عارة حتى يشتغل يقول رمباتيك تشتشارج of the neurons in the medullary sparsion center is spuntosum ها ما يقصد؟ يقصد إنه الباسيك ريثيم ينطلق عن طريق الدرسل الجروب بس هذا الباسيك ريثيم يحتاج تعديل بالتالي منه يعدل يعدل البونز أو النيورون الموجودة بالبونز اللي هو البونتين بس مباشرة ثم يتوقع الآن أرجع البونتين الدرسل يقصد من بحرفين إذن أبنى أبنى الأبنى مباشرة العفو وابنيوماسك سنتر. النيوماسك سنتر هو يكون سويتش اوف. يتكوى من موجود بالبونز موجود بالبونز. النيوكلاس مات هنا بارا باركالز و هند كولكفر فيوز نوكلي. يحتوي كل ال eye and in neurons يعني مثل ventral group. يقول الوظيفة الرئيسية مثل ما ذكرنا انه سويتش اوف للإنسباريشن. لانه يعمل على سويتش اوف يوقف لنا عملية الإنسباريشن في حلق علقات معينة. مثل ما وضخنا بهذا الرسم. قلنا انه يوقف لنا الإنسباريشن في علقات معينة بالتالي يكوانترال الانسباريشن. يقول شو يقصده هنا يقول ان داركت اه بنيوستك سنتر انكريز رسباريشن رايت باي لميتينج اوشن 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 يقصدنا يقصد انه هو يستطيع ان يزيد مدة الاسباريشن عن طريق تقليل الوقت الزمن اللازم من بالتالي يزيد الاسباريشن رايت. لان مدة الاسباريشن عن الاسباريشن تتناسب العقسية مع الاسباريشن رايت. بالتالي كل ما قلت مدة لازمة حتى الاسباريشن سوف تزيد الاسباريشن رايت. ابنيوستك سنتر اللي هو قلنا switch on. طبعا كل الاسباريشن موجود بالرتكوليو فورميشن الاسباريشن موجود باللور بونز. ابنيوستك موجود باللور بونز ذاك بالميد والعبر بونز. ناقل لك تكون نيوكلاس مات بنته كودلز. ريسولتر بارت اللي هو معناها عملاق الخلايا. يقول this center is always excatatory to medullary. inspiratory center and it increase the depth of inspiration. يعني هذا الاسباريشن يعني هذا الاسباريشن يزيد مدة بالرسباريشن أو voluntary control. طبعا يقول لك الكورتكس can override the function of brainstem with limits. شن يقصد بهذا؟ يقصد انه تستطيع ان تتجاوز وظائف المدولاري أو الbrainstem يعني مباشرة voluntary action للrespiratory muscle. other part of a brain مثل the limbic system and the hypothalamus can ultra battery of breathing. يعني يعني نقل لك ذلك ايضا يستطيع اني غيرا. breathing or ventilation استجابة. مش نستعد حالات العاطفية مثل الراغ and firm. نسبة رزاري رامب signals. اول شي نعرف شنو نسبة رامب signals. المقصود بالنسبة رامب signal هي هاي الرامب او الوايف. او هاي الوايف. هي المقصود بها بالرامب. شي يقول. يقول ياما ترى ال action potential اللي نطلق من الدرس الجروب. يبدي منها من الدرس الجروب. ما يبدي يعني هو قوي مباشرة انما يكون وايك. gradually increase. يزيد تدريجين. حد ما يوصل النقطة معينة. اللي هي limiting point. اللي توقف عندها inspiration. هاي المدة تشتغرق two seconds. من بدأ من انطلاق الاكشن مبتسم من درس الجروب لحد ما يوصل limiting point. هاي المدة تتمثل لنا inspiration. بالتالي contraction of dive ram. الدور. وراها النقطة او الوايف راح تبدأ تنزل. تنغفر. هاي المدة تستغرق three seconds. شا تمثلنا هاي المدة تتمثل لنا expiration. حلو حلو. بالتالي هاي الوايف كاملة تسمى inspiratory ramp signals. يقل لك هاي تبدأ وايكي. وايكي عندما تنطلق من الدرس الجروب. and gradually increase. حتى تصل الى نقطة معينة اللي تمثل لنا stop. stop point. اللي هي limiting point. اللي مني نوقف لنا بها قلنا. ابنوستيك سنتع. هاي المدة من هنا تستغرق two seconds. من بدأة action potential. زيادة حد نهاية action potential. هاي ال two seconds قلنا نتمثل شنو. inspirator inspiration period. بالتالي contraction of daif ram. هاي المدة مثل ما قلنا تمثلين. ال redaction of daif ram. اللي هي the saces of ram. يعني نزول المنح هنا. قد استغرق استغرق ثلاثة seconds. هي هاي ال inspiratory ram signal. اذا اريد تتحكم بهال inspiratory ram signal. اتحكم بال limiting point. بالتالي اذا اريد ازيد مدة inspiration. اقلي المدة اللازمة ال inspiration اتقل. يعني احنا قلنا expiration. وال inspiration. تناسب عكسية مع expiration right. expiration right. expiration right. يعني شنو اه تناسب يعني كل ما قلت المدة اللازمة اللازمة. expiration. 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 رح يزيد expiration right. وهسا نوضح بالمزة من شون رح نتحكم بال limiting point. تشوف هنا يقل لك مثل ما قلنا. تبدأ اه الموجة. ال action button. ان شاء الله. discharge begin weakly and increase. استدلنا gradually. استدلنا in ram. manner for two seconds. ها استمثلنا construction of daif ram. بالتالي inspiration. وقلنا المدة اللي يعني ورا الم limiting point. الانخفاض اللي منحنا. استمثلنا expiration. وتستغل ثري سيكون. يقول عندنا هاتف اه ثري سيكون راح سري بيته يعني تعادل السيكل مرة اخرى الدورة مرة الثانية. يقول فائدة من هاي الرام. انه. study increase in volume. زيادة مستقرة في حجم اللانج اثناء inspiration. بالتالي ما يصر فجوات او قابس بين inspiratory. يعني بين cycle و cycle. يقول. quality of inspiratory ramp are controlled as follows. يعني شون يتحكم بالرام. قلنا اللي يتحكم بالرام. لازم يتحكم باللمτικ point. بالتالي. يقول زيادة الرام signal. يعني زيادة عدد الموجات. اثناء بالتالي. بالتالي. الرام راح يزيد. لامتلاء اللانج. false of lang. يتم عن طريق. قسم ما قلنا. التحكم باللمτικ point. اللي. شين هي. قلنا اللي توقف عندها. نسباراتري. شون تحكم بيها. عن طريق البنوستيكسنتر. او عند.ا. نسمع. اه. ابنوستيكسنتر عفو ال.ا. نيمون داكسيكسنتر. مثل ما قلنا. اذا. early is the ramp ceases. يعني. اذا. خلى على الرحل المظهر المهيئة عند فرح المبكرة سيزيد المعدة في صلی المليخ لماذا؟ لن تقل المدة لازم من حدوث الانسپارشن لذن نقول هاÉ لذا قللتها سيقال مدة انسپارشن لازم من حدوث الانسپارشن كذا يقال هذا المثل اكثر الشرطان لطفالاة قوم بوضح بالصوره هنا هنا Autonomic Control on Neuronic Coatulation مثل ما قلناه Autonomic Control ذاتي عن طريق Respiratory Center اللي هو موديلري عن Puntane Center يقول The nerve fiber from the respiratory center اللي هنا قلني يغادر ال respiratory center يروح ال Spinal Cord Frenic Motor Neuron بعدين ينطلقا عن طريق two nerve intercostal nerve و Frenic Nerve ال respiratory muscle اللي يذني هنا هذا اللي قصدنا يقول مثل ما قلناه بداية المحاضر السيغنال من اي شخص نظن ال respiratory system لازم تبريد الموتر نيرون سواء جاء من الكورتكس هاي سنتر سواء جاء من دولاري او ال respiratory center لازم تنقر بال Spinal Cord بالفرينيك موتر نيرون يلا تنظمنا لتحفز ال respiratory muscle Voluntary Control نقول لك normally respiration is voluntary يقول بالحالة الطبيعية ال respiration يكون غير ارادي او involuntary لكن في حالات معينة but only to limited extent راح يمكن ال breathing can be voluntary يعني يمكن يقاف النفس اراديا لمدة قصيرة جدا من الزمن هاي النقطة تدعى breaking point والتي تقدر بحوال من 40 80 seconds وهاي تسبب زيادة بالبرجر من ال carbon dioxide بال circulation وانخفاض بالبرجر ووكسجين يقول center of pathway for voluntary control هو cerebral cortex مثل ما قلنا بدأت المحاضرة اكثر من المحاضرة ان ال voluntary control تكون عن طريق cerebral cortex الاشارات تنتقن عن طريق cortic spinal tract ما قلنا اسمه جاي من cortex و spinal cord والذي يروح بهين respiratory motor neuron يقول هاي الاشارات تشتاسم middle respiratory neurons يعني ما تخضى على سيطرة respiratory neurons Autonomic control through neurons off bones and middle pathway for voluntary autonomic control يقصد ان اثنات هاي المسار مشترك هو عن طريق phrenic motor neuron بارت الثالث المحاضرة chemical regulation chemical regulation اول شي راح نوضح معلومات عامة معلومة فكرة عنها بعدين نرجح الاسلاعيب chemical regulation هو اعتبر basic mechanism لانه يربطنا بانه respiratory metabolism chemical regulation يتم عن طريق تراكيب تدعى chemoreceptor بعدنا نوعا من chemoreceptor central chemoreceptor peripheral chemoreceptor ثم يتأثرا بثلاثة chemical effector اللي هنه pressure of carbon dioxide pressure of oxygen hydrogen ion construction طبعا هذا السلايد نفس الشرحناه يقل لك chemical mechanism of regulation of respiration is operated through the chemoreceptor مثل ما اضحنا ذن ال chemoreceptor ذن ال chemoreceptor يتأثرا بال oxygen carbon dioxide hydrogen ion and the drug نوعين central chemoreceptor and peripheral chemoreceptor النوع الاول اللي هو central chemoreceptor central chemoreceptor central chemoreceptor يعتبر main drive of respiration regulation يتحفز عن طريق تركي the pressure of carbon dioxide هو يعتبر hydrogen ion receptor situated in upper part of medulla beneath the ventral surface هذا الموقع مات وضحنا upper part of medulla central chemoreceptor central chemoreceptor upper part of medulla beneath the ventral surface separated from the central respiratory center نفس اللي شرحناه هنا يقول لك انه هو يتحفز عن طريقة زيادة في pressure of carbon dioxide الموقع مات يقول لك هو upper part of medulla مفصل عن respiratory center يقول لك chemoreceptor is receptor that response to التغير في chemical composition يعني شنو يقصب الكيميكا في البلاط يقول انه يعتمد على التغير بالتراكيت يعتمد على التغير بالبرادر of carbon dioxide هو يعتبر يقول central chemoreceptor يكون محاط brain extra cellular fluid and response to change in its hydrogen concentration يعني يقل لك هو محاط بالسواء الموجودة داخل الاكتراسير في البراين والتأثر بالتغير مع البيئة معالته البيئة الآن سنوضح الفكرة لماذا قلنا يتعامل مع البرادر of carbon dioxide لأفضل من الملكة من الملكة ولكن الآن سأخبر الفكرة انه دوم يتعامل طبعا هذا المكونات يقول لك سيربلوسبران الفلود اللي هو هذا بلود فلو والميتابوليزم لوكوميتابوليزم لأن التراكيب السوائل موجودة او المحيطة بالسنترال كيموراسة ابدأ هسه سنبدأ نوضح ماهو علاقة الهايدروجين كونستركشن بعلاقة البرجر اف كربان داكساد الهايدروجين والبايكاربونات غير نفاذة خلال البلود براين براين يعني ما اقدر اخليها تقبل فشو رح اوصلها لل فالجسم رح يسوي عملية اما نزداد البرجر مع الكربان داكسايد ماهو يرتفع الهايدروجين غير نفاذ كاربان داكساد نفاذ نفاذ الكربان داكساد سيمر خلال البلود براين قبل لا يمر رح يصير تفاعل الكربان داكساد يرتبط مع الواتر يكونني كاربونيك اسيد الكربانيك اسيد يقدر يعبر خلال البلود رين بايرر الكاربونيك اسد من يعبر راح ينفصل الى باي كاربونات وهيدروجين ايون بالتالي هيدروجين يحفزلنا السنترال كيمور سبتر مثل ما امضح بالصورة جي عندما يصل الواتر فانتشيو يتحد مع الواتر يكونه كاربونيك اسد كاربونيك اسد مراتانيا يرجع ينفصل يطينا باي كاربونات ويطينا ايون الهايدروجين ايون الهايدروجين راح يؤثرنا على السنترال كيمور سبتر يقول هكذا كاربونيك اسد من بلاد ريجوليتي دي نظم ذا منتلاشن بايتس افكت اون بي ات اوف دا سي اس اف يعني يقلك ما لانداركت خافجي سؤال هو انداركت افكت اون انداركت ليش انه وضيح مفتاح انه ينقل انه او ان يتبط مع الماء حتى يعني يدينها الهايدروجين ايون للسل الخافجية بالتالي الهايبرفنتليشن راح ساعدنا زيادة بدخول الاكسججين وزيادة باخرج الكاربون دايوكساد راح يقيل الكاربون دايوكساد بالتالي قل الكاربون دايوكساد البلاجار ومثل ما قلنا راح يقل هذا جين ايون الرح يعبره الاستمرار الانهيباشن للرسبراريشن طبعا الانهيباشن يكون تأثير اقل من تأثير الاستملياشن على المشاكل هنا يشرح لنا مرة ثانية تصار في هذه العملية ضبط يقول لك هنا يرتبط مع الماء يكون هنا كابانيك اسيد رجع ينفصل يعني شرح النفس الفكرة عيدة فوق وقل لك أن الhydrogen ion have direct stimulatory effect on respiration بينما carbon dioxide indirect effect هنا قل لك why does blood carbon dioxide have more potent effect in stimulating the chemosensitive neurons than to blood hydrogen ion نفس الفكرة لأن blood hydrogen ion لا يستطيع يعبر blood brain viral في التالي ما رح يكون هذا تأثير فإنه التأثير carbon dioxide carbon dioxide رح يكون تأثير أكثر من تأثير الhydrogen الموجود للبلاد لأن هو الوحيد اللي استطيع أن يعبر بالCSF يقول normal pH مال CSF هي 7.32 باو حينوضع فكرة عمات أن CSF يحتوي بروتينات أقل من الموجودة بالبلازمة أو بالبلط فبالتالي تأثير البفر سيكون أقل فإنه ما سيحدث هل تأثير الأقل فبالتالي سيصبح تغير بالCSF بح أسرع من ما يحصل بالبلط وهذا الشغلة نستفاد منها نستفاد منها في استيميليشن الـ CSF BH سيكون أعظم من البلط يقول لك في حال صار أكثر أفراط أو زيادة في الـ BH مع الـ CSF سيكون تأثير معاكس أن باوكاربونيت اللي ما قلنا من يجي يجي من انفصال هذا يجي من انفصال الكربونيك أسيد وبالتالي سيكون تأثير معاكس على CSF إذا بقت الـ BH مع CFS متغير فترات طويلة مثل ما قلنا الساوقة لأن CSF يكون بسرعة متغير مرض يعني القيمته تتغير أسرع من قيمة الـ بلط فرح يكون تأثير على المنتريشن أكثر نوع الثاني الكيموريسبتر هنا بريفرال كيموريسبتر أول شي بريفرال كيموريسبتر لازم نعرف أنه هنا موقحن موقحن يكون وين بال بريفرال كاراتي أرتري و بال اللي سمى كاراتي باديز و بال ايورتك باديز كاراتي هيرنغ و هيرنغ نير و لحظة معلومة ببعضكم أنه أي رسبتر موجود بالثراسك ينتقل عن طريق الفيكاس و نقل عن طريق الفيكاس و الموجود بالهد انتقال طريقة راجع منه هذا سلاد يقل لك موقحن موجود 2 كاراتي باديز 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 طبعا الكاراتي عفو البريفرال البريفرال باديز الهدروجين بعض يتقل باديز و باديز و باديز سنطر بهذا الصدر يفضح النقل مثل ما قلنا الجزء كمان كاراتيك بديوان موجود تقريبا بينك بالتالي سأقوم بها هيرنك أو غلاص و فرانجانر الارتك بديوان موجودة في الثراسك بالتالي سأقوم بها الفيقاس سأقوم بها الفيقاس يقول لك كمية الدم التي تمر أو كمية الفلوة على الكاراتيك بدي او الكاراتيك بدي سأكون كبيرة بالنسبة لها حجمها بالتالي سأكون الارتك بديوان موجودة في الثراسك اوكسجين سأكون صغيرة يعني الاختلاف يترك بالأوكسجين موجودة في الثراسك موجودة في الثراسك سأكون صغيرة لأن كمية الدم التي تمر عليها عالية يقول البريفرال كيمو ريسيبتر موجودة في الثراسك موجودة في الثراسك موجودة في الثراسك ما يقصنا؟ الشباب الـ central كيمو ريسيبتر لا تستطيع البراجر او كاربون داوكسيب بالتالي الحالات المرضية سأكون نقصة بالأوكسجين بالحالات المرضية سأكون زيادة بالهايدروجين بلاط لا تستطيع العرف عليها كيمو ريسيبتر من تعرف عليها البريفرال كيمو ريسيبتر فالله يعني من خليل الناح لهاي الحالات يقل لك الهايبوكسية الهايبوكسية ستحفزنا في حالة معينة عن خفاض الأوكسجين مثلا بالستين بالمئة حفزت مرات بس اذا وصل لعشرين بالمئة حصل انهيبتر لماذا؟ لأن الأنسجة تقريبا ستموت بالتالي ما كفائدة ما راح تصير استيميليشن بس حالة انهيبشن لهذا يقل لك سيفرهايبوكسية ماي ديبراسر بنتيليشن لأن تؤثر على ريسيبتر كما اضحنا انه عشرين بالمئة صارت لنسبة للبراجر اف اكسجين راح ينسل تموت او تتأثر في الحصول انهيبشن وقل لك انه بما انه الكيمو ريسيبتر تكون معارضة دائما للأرتيار فالبراجر اف اكسجين راح يكون الها ونفسه قيمة البراجر اف اكسجين للأرتري فبالتالي نقصون البراجر اف اكسجين بالأرتري راح يحفزن الارتري وهذا ريدي قوله بدن الأسطرة الثلاثة انه انه صار نقص بالأوكسجين بلد فلو راح يصنع الكيمو ريسيبتر تحفزن وتصبح سميلة محفزة بتاعه حفزنا الارتري بلد فوق في موضع تحفزن الارتري من طريق الفيغس اه هذا الفيغس هذا الفيغس هذا المنزل هنا الكيمو ريسيبت الارتري من ما رح ينقللنا ومن رح الافرنت نيرف اللي هي غلاس فرانجير الفيغاس رح تنقلنا الامبوس للسباتري سنتر الافرنت نيرف رح تنقلنا الامبوس للسباتري سنتر المسل و الدايفرام والمسل بالتاني رح تشايدنا الكوندركس لمها المسل هنا شي يقول يقول استجابة البرفير الكيميوريسابتر للأرتيرال كربون داكساد يكون أقل أهمية من السنترال الكيميوريسابتر لماذا؟ لأن كما قلنا سابقا هي المعارضة للأرتيرال بلود فأصلا البراجر اف كربون داكساد أصلا هو قليل يكون تعرفها إلى أقل من السنترال الكيميوريسابتر التي تشتغل فقط عليها فهتكون أقل أهمية من السنترال الكيميوريسابتر يقول لك بالهومن الكاراتي تتعرف على الأشدك مالطلق يعني سقوط البياج ما Shields Arctic B respectively ولكن ما فتحدت مالطلق في الارتك بلود من السنترال الك Bible يعني ستعرف على نقصان بشكل الأكبر بين السنترال الكريميوريسابتح بين النقصان الكريمح breast بينهù من السنترل الكريم بين السنترال الكريم الألتشان على الرق Watching يادر بالرق��ار من السنترال الكريم من السنترل نادر worry يقصد ان الكاراتي تعرف على زيادة الهج بغض النظر انها زيادة اتجاية عن طريق الرسباراتري او طريق الميتابوليك لان الهج تعتمد على اثنين بجزن تعتمد على البرجر اف كاربون داكساد تعتمد على البيكاربونات التعرف على البيكاربوناتين في ميتابوليك زيادةلكارية البيكاربون بالتالي ق کل لنا البي أج ستتحفز عن طريق انخفاض برجر اوكسجين من خفاض برجر اوكسجين بالتالي ستزيد برجر اوكسجين زيادة برجر اوكسجين للتزدد الهيدروجين بالتالي يقلل البي اتش مثل ما عدنا بهذا القانون هذا القانون الذي وضعنا علاقة اله مع الكاربون دايكسجين ومع البيكاربونيت والذي هذا اللي قضي This is the increase in the chemoreceptor activity in response to Decrease in the arterial pressure of oxygen Are potential by Decrease in the Reder of carbon dioxide Response to exercise استجابة التوارين الرياضي يقول أثناء الاكسرسايز سوف نستخدم الميتابوليزم سوف نستخدم استهلاك الوكسجين وتكوين الكاربون بالتالي من اقل الوكسجين الموجود لأن سوف نستخدم المال سوف نستخدم المال وهذا اللي مضحب هذه السلاحات هو أكثر مجرد أن نقول لك أن الكمية تزيادة سوف تكون 20% و و الارترال البي البراجر اوف اكسجين البراجر اوف الكربان داكساد البي اتش ريمان نورمال يعني هو الجسم يخليها طبيعية حتى يخلي طبيعية الدون كنت الميز تغير هنا يوضح يقول لك أن الماتر كورتكس سيقدم سيقدم زيادة وكذلك سكيتر مصن سكيتر مصن سكيتر مصن سيقدم 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 طبعا هذا الجدول يمثلنا respirator change during exercise ما يقصد بها يقصد ب كمية دخول الهواء diffusion of oxygen يعني انتشار الوكسجين من الالفجرات والطلد oxygen constipation استهلاك الوكسجين من الخلال الانسجا هنا يقل لك في حالة الرست و هنا ما سيحدث في حالة هنا في حالة الرست يقول frequency of breathing معادة التنفذ سيكون 12 على 12 منت 12 دقيقة بينما بال عفوا بال exercise سيكون من 40 إلى 45 هنا سيكون 500 هنا سيكون 10 إلى 15 إلى 50 هنا pulmonary ventilation سيكون 6 في على منت 100 في منت سبب هذا يقول في استهلاك الوكسجين من خلال انسجا زيادة في إخراج carbon dioxide يقول pulmonary ventilation يزيد عن طريق تحفيز respiratory center motor cortex وتحرك raw muscles tendon and joint stymulation stymulation التي تعتبر نوع كيم receptor زيادة body temperature وضحناها هنا تحفظنا respiratory center diffusion of capacity of oxygen في حالة الرئيس تكون من 30 إلى 20 في حالة الأكسرسيز division capacity of oxygen تزيد حوالي 3 times هناك capacity of oxygen نتيجة لزيادة blood per fusion يعني كمية الدم الواصلة إلى alveolar capillaries opening of more capillar جديدة تدخل العمل increase surface area of contact between alveolar and capillar زيادة مساحة التبادل between capillaries يكون في حالة العادية 250 في حالة الأكسرسيز يتضاعف إلى 15 إلى 20 مرة نتيجة 3 times زيادة 5 times زيادة زيادة 5 5 أضعاف في كمية الأكسرسيز هناك زيادة ثلاث مرات في فرق بين الأكسرسيز و زيادة الأكسرسيز